أريد أن أشير وأنتحدث إلى إخواني في الشرطة اليوم الشرطة استعملت الهروات واستعملت الماء هناك عدد من الذين أصيبوا بجراح وكان بعض عناصر الشرطة في حالة نرفزة شديدة وفي حالة تغول وفي حالة خوف في نفس الوقت والسؤال المطروح على إخواننا داخل الشرطة السؤال المطروح لماذا تحمون هذه العصابات لو كنا قبل 22 فبراير 2019 لقلتم أنكم لا تعرفون أن الشعب لم يكن يتظاهر أن الناس لكم تخرج أن الناس لم تطالب بشيء وأنكم موظفين في نهاية المطاف وعمال وتقومون بعملكم لكن الشعب خرج منذ أكثر من سنة وارفع الشعارات أنادى وتعامل مع الشرطة أحسن ما يمكن بل أنه في البدايات كانت الناس يجبكم باقات الورود وقلنا للناس وما زلنا نقول الجيش جيشنا والشرطة والدرك إخوتنا وما زال الناس يتعاملون معك وحتى عينما رفع الشعارات تندد بكم وهم على حق الذين رفعوا هذه الشعارات قلنا لهم من الأفضل أن لا نستفز إخوتنا الشرطة أن لا نزيد من الضغط عليهم وأن قلوبهم معنا وفي لحظة سيكونونهم معنا وإن لم يكونوا معنا فإن لم يكونوا ضدنا لكن حقيقة الموقف اليوم يثبت أن جزء من الشرطة على الأقل يأتمر بأوامر العصابات وريد أن أنا أسأل حبيت نسقسي الناس حبيت نسقسي الشرطة ألم يكن عبدالغاني الهامل هو المدير العام للشرطة لأكثر من 9 سنوات أو لمدة 9 سنوات من جوليا 2010 إلى جوانا 2018 8 سنوات كاملة ألم يكن جنرال مجهور ألم يكن بالنسبة إليكم وأنتم عناصر الشرطة حتى الضباط الصغار وحتى الضباط المتوسطين ألم يكن لكم هذا مثال أمامكم مثال أمامكم من أنه الآن أين يوجد عبدالغاني الهامل أليس في السجن أليس متهم الآن بكل التهم بما فيها أحصيل أموال بما فيها استخدام السلطة بما فيها شركات وعقارات وأراضي وشقق ويسموه العصابة الآن إخواني في الشرطة أين يوجد أويحيا الذي كان رئيس وزراء منذ أكثر من 20 سنة من نهاية 95 وهو يتداول على ما يسمى برئاسة الحكومة أكثر من 24 سنة أين يوجد الآن؟ أليس في السجن؟ ألا يقال لكم ولنا في جرائد العار وفي قنوات العار من أنه من العصابات وهذا صحيح؟ ألا يحاكم الآن؟ ألا يوجد مثل ومثل أي لس في السجن؟ بل أن اللصوص الصغار أشرف منهم مليون مرة؟ ألم يقل للقاضي لما سألوا عندك 300 مليار سنتيم في حسابك نينجاتك؟ قال له منيش عارف؟ ما كنتش عارف اللي عندي هات 300 مليار؟ مما يعني أنه لديه بلا حدود وبلا حساب أنه ما يعرفش حتى ما ينهب أين يوجد سلال؟ ألم يكن رئيس حكومة لعدة سنوات؟ أين يوجد سعيد؟ ألم يكن حاكم البلاد؟ ألم يكن يحكم باسم خوه لعدة سنوات؟ ثم خرج عن القيد صالح ليقول أنهم كانوا قوة دستورية خارج دستور؟ ألم نشاهد ذلك؟ ألا يقبع الآن في سجن؟ أين يوجد ترطاق؟ بل أين يوجد توفيق اللي كانوا يعتبروه رب البلاد اللي هو يوم ما قال نربة زير؟ إخواني في الشرطة وفي الدرك وفي الجيش ولكن ربما أكثر للشرطة والدرك ما شفتوش الواقع هذا مش أمامكم؟ هذا ليس أفلام هذا ليس كتب هذا ليس تاريخ ماضي أو قديم هذا يحدث أمام عيونكم هذو اللي كنتوا تشوفوهم أرباب كنتوا تحموهم كنتوا تعسوا عليهم كنتوا تدافعوا عليهم وكانوا يخلوكم برا يكونوا هما في الصهارات وفي السكرات وانتم تعسوا عليهم في الشوارع وتباتوا في اليروندرفار وتباتوا في كل مكان تحرصوا فيهم أليسوا بحكم أصحابهم هم اللي كانوا معاهم؟ ألم يضعوهم في السجون وقالوا عصابات؟ ألم تروا أمام عيونكم؟ كم نهبوا؟ وما زال ما سترونه ليس له الحدود؟ هذه هذه العصابة من تلك نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون نفس كل ما هناك أن اللي يخسروا اللعبة ضحّوا بهم بش يقدموهم للحراك كقربان هنا دخلناهم للحبس دخلنا العصابة للحبس العصابة لم تدخل كلها الحبس نصفها بارك في الحبس ونصفها مع تبون معاه مباشرة أو يتحكم فيه من الخلف إخواني في الشرطة خلينا قرأ لكم شيء تعرفوه مليح ودرك لعل أهل خنشلة وشرطة خنشلة يعرفونه جيدا خلينا قرأ لكم رسالة من أحد أحرار شرطة خنشلة بش يسمعوا مليح واللي مش عارف يعرف والحاضر يبلغ الغايد احتقان شديد في أوساط الشرطة بخنشلة ردا عن البيان الأخير للمدرية العامة للأمن الوطني الذي ينفي عدم وجود احتقان في أوساط الشرطة فإن العكس يحدث وأنا أتحدث على خنشلة هنا الشرطة مستقون ومتضمرون جدا جدا ومعنوياتهم منحطة لدرجة كبيرة ويتجلى ذلك في مالي محاولة انتحار ثلاثة أفراد ليلة الجمعة 14 فبراير 2020 شرطة يصاب بحالة هستيريا بأمن دائرة ولاد رشاش ويحمل خنجر يريد أن يطعن زملائه لكنهم سيطروا عليه بالساعق والكهرباء يطازير شرطة بوحمامة يعانون احتقال رهيب بسبب حجرة وظلم أمن الدائرة رئيس أمن الدائرة كثرت الغيابات والعقوبات بالأمن العموم بخنشلة المظاهر كثيرة وليس عن مقام هنا لذكرها وهنا نذكر حاجز مثلا يعطينا أنثلة وهنا نذكر حاجز طريق باتنا سيء الصيد هذا الحاجز الذي يعمل فيه شرطيين 24 ساعة على 24 ساعة ليلة نهار يفتقل لأدنى متطلبات الحياة فأفراد الشرطة بالزي الرسمي عزكم الله يتبولون على الحاجز ويتغوطون في وقت قريب من الحاجز ورئيس أمن خشلة لم يسعى لتوفير متطلبات العمل بالحاجز بل على العكس أقدم مؤخرا على رفع سيارة الشرطة من الحاجز وبها أغراض الحاجز وذلك حتى لا يجلس فيها الشرطة وصارت أغراض الحاجز مرمية على الأرض في منظر يسير لصورة الشرطة تصرفات الحجرة هذه زادت من احتقال كبير في الأوصار العشرات من الشرطة وحيلوا على التأمين العجزي استقالات العشرات تحويل العشرات من الشرطة للولايات الأخرى بناء على طلباتهم غروبا من بطش هذا المسؤول ومئات وكل سنة مئاتنا الشرطة يقدمون طلبات لتحويل إلى ولايات أخرى امتناع الشرطة في البلايات المجاورة عن التحويل لأمن خشلة وهكذا وحبيث طويل مثال واحد وهذا المثال يكاد يتكرر في عدد من الولايات وفي عدد من الأماكن يتعاملون معكم وكأنكم حبيث يحبروكم يسبوكم يطيحوكم يعاقبوكم يعاقبوكم يطردوكم والذي يتحرك منكم لفحل فيكم يعاقبوه ويعطوه مثال يخلوكم في الاستعداد مرات تمر عليكم الرياح وتمر عليكم الأمطاع وتمر عليكم الشمس وتمر عليكم وأنتم في حالة مزرية والذي يشوفوا فيه رجلة العقاب الشديد وأخيانا الطرد الشديد لرادياسيو حتى ما يديه ولا حق ابناء الوزراء ضربوكم بالكف ابناء الجنيرالات وابناء الجنيرال ضربوكم بالكف الجنيرال يكفر عليكم من الفوق لتحت وانتم في الاستعداد كبار الضباط يعودوا سكرانين وانتم تعسوا عليهم يعودوا في حالات فساد عارم وانتم تعسوا عليهم كيف يجي الشعب باش يحرركم يجي الشعب باش يرفع من مقامكم باش يعطيكم حقوقكم باش تكونوا قوة أمنية وليس قوة قمعية فإذا بكم تتحولوا إلى عصى وتضربوا خوتكم ظهروا شرطة أوكرانيا أفضل منكم بكل أسف وألم شرطة أوكرانيا حينما أمروا ليضربوا الشعب أرماوا كل شيء أرماوا الكاسك أرماوا العصاء نحاول نيفورم وقالوا احنا مناش هنا باش نضربوا الشعب أنتم اليوم تعاملتم مع أخوتكم في ديدوش مراد في شارع ديدوش مراد وكأنكم قوة احتلال إخواني الشرطة أما أنا للعقول أن تفتح أما أنا لقلوبكم أن تفهم أما أنا لقلوبكم أن تبسر بأن الوضع كارثي تحب تجيب أولاد باش من بعض واللي المخير فيهم يحب يحرق تحب تجيب أبنات باش في الشارع لا تأمن عليها ولا في المدرسة تحب تجيب أولاد وابنات تربيهم والمخدرات دائرة حالة تحب تجيب أولاد وابنات وانت تعرف أنه يتم تحويلك مراتي على 400 كم أو 500 كم ظلما وعدوان وانت تعرف أنك إذا ما كنتش كالعبد أمام السيد يقدروا يعبثوا بك عبث رهيب وانت تعرف أنه عندك عام كامل وانت تواجه في خوطف الحراك وتمنع وتقمع وتسرب وهما عايشين كالملوك عايشين في كلوب ديبان في موريتي في زيرالدا في مقرات محروصة شديدة الحراسة والقليل فيهم عنده فيلا في ابن عكنون ولا فيلا في حضرة اللهم إلا العدد القليل والقليل جدا من كبار الظبات طبعا نتكلم على كبار الظبات وكبار الجنرالات إخواني في الشرطة كيف يعطي قلبك كي تضرب المعلم قبل قمسة أيام ضربت المعلمين ضرب المبرحة نساء ورجال الساتدة وأستاذات لأنثالهم علموكم وهم رغمين يعلموا في ولادكم أو في إخوانكم أعطيتهم ضرب واليوم ضربت الشعب لماذا؟ هل تعتقد أن دولة الشعب غدا ما تعطيكش وظيفة شرطي؟ هل تعتقد أن دولة الشعب غدا إذا كنت سيرجون شايف سترجعك كابرار وإذا كنت كابرار سترجعك جندي؟ هل تعتقد أن دولة الشعب ما تحميلكش حقوقك وحقوق أبنائك وآبائك وإخوانك؟ هل تعتقد ذلك؟ سمحوني بس هنقول لكم للأسف اليوم يعني كثير من إخوانين قالوا لي هام الشرطة اللي ستتفعلها هام الشرطة اللي ستقول هذا هو خوتنا يعني حطيتنا في الوضع مخريش مع ذلك ما زلت على قناعها أن أغلبية الشرطة هم أهلنا وإخواننا وأبنائنا عياك الله يا كمال ما زلت مقتنع بأن قلوبهم معنا وقريبا جدا سيكونون بأجسادهم معنا أو على الأقل ما يكونوش عصى في يد العصابات ما زلت مقتنع أن في الشرطة رجال وفي الشرطة حرار وفي الشرطة من سينضم إلى هذا الشعب لحد الآن بكل أسف بضعة عنابس من الشرطة فقط الذين رفضوا أن يكون عصى في أيدي العصابات العصابات إخواني في الشرطة حينما تقوم دولة الشعب الدولة المدنية فإنك تتحصل على كل حقوقك تؤدي واجباتك وتحتحصل على كل حقوقك لا أحد يمثلك كرامتك لا أحد يسبك بمك أو ببوك لا أحد يطيح لك الكلام لا بنت وزير ولا بنت جنرال ولا بنت سافير ولا بنت ما نشعر في شكون تهبط وتقول لك ما تعرف لي شكون أنا ولا مرتو ولا هو بينك وبين القانون إخواني في الشرطة في بلاد الغرب الشرطي يحقق مع رئيس الوزراء في هذه البلاد في بريطانيا قبل عشر سنوات كان رئيس الوزراء طوني بلير وكان هو من أقوى رؤساء الوزارات وهو رئيس الوزراء كانوا ثلاثة من أعضاء الشرطة يحققوا معها أكبر هم كان يحمل نجمتين رئيس الوزراء متع الدولة عندها النووي النووي ما يشكر عائل المعيز هدون وسمحوني على هذه العبارة إخواني في الشرطة فهي محرفون أن الماكلة التي أكلها خاصة أنتم لديكم تباتوا في الصندر الماكلة التي أكلها حي احيان الكلاب لا تكلها أخواني في الشرطة كمعهم أن الحجر تملأ الكذايرنات وتملأ الصندر وتملأ لكم جمع يسارات فكونوا مع شعبكم تتحرروا تعود لكم كرامتكم تعود لكم عزتكم تعود لكم رجلتكم تعود لكم نفسيدكم كثير منكم انتحروا من شدة الظلم ومن شدة القهر وكثير منكم هناك من اعتدوا من كبار الظبار من اعتدوا على نساءهم واضطروا إلى الهروب أو الرحيل أو الانتحار إخواني رجال الشرطة ما زال الشعب يعتبركم أبناءه فلا تضيعوا هالفرصة لأن مع الوقت إذا بقيتوا بهذا الاتجاه وهذا المنطق إذا بقيتوا مع هذه العصابات لتقهركم ثم تأمركم أن تقهروا الشعب فإن الشعب في لحظة معينة سينفض يديه منكم ومن بعدها ما يتلامش الشعب هذا حديثي لإخواني في الشرطة وأتمنى أن يصل إخواني وصلوا إلى أكبر عدد من الشرطة سمعوه إلى أكبر عدد من الشرطة لعل بعض النفوس وبعض القلوب لمازالت مش فاهمة لمازالت مش واعية تفهم وتعيي وتعرف أن الدولة المدنية هي في صالح الجميع وعلى رأسهم القوات المسلحة سواء كانوا الشرطة أو دركة أو مخابرات أو جيش أو أي مكان آخر لأنها تعطي الشفافية وتعطي العدل وكل الناس تكون عارفة واشنواجباتها واشنوح حقوقها فلا يعتدي أحد على أحد ومن يعتدي يجد القضاء العادل ليس قضاء التليفون سؤل واحد معمور واحد شرطي هكذا قال ابن تيمية قال له اغفر لي ادعي لي واخفر لي يا شيخ إنما أنا عبد المأمور قال له والله لو لاك ما ظلموا لو لاك ما ظلموا الظنوا أنتم أنا شنغريحة العجوز أو ابن علي اللي أعجز منه أو ما شابه من جنيرالات يستطيع أن يرد حتى واحد لو يطبعوا هكذا راهم داينكم انتم بينهم وبين شاك راكم داينكم انتم عصاب لو في لحظة معينة ترمولهم العصي ينتاحهم وترمولهم اللي باس ينتاحهم نحن ما قلنا لكم واجهوا الأسلحة ضدهم نحن هذه ثورة سلمية لا عنفية وستظل لو ترموا اللبسة وترموا المسلاحة وترموا المينيفورم والله في لحظة يولي المخير منهم أين يهروا ويولي يشوف موريطانيا والمالي وكانها الجنة خلونا من مضيعة الوقت ضاعت 58 سنة على هذه البلاد ما تزيدوش ضيعوا وقت البلاد را يتغرق اليوم في حديث على 14 واحد من الشباب خرجوا من الشرق ما وصلوا إيطاليا ولا رجعوا لديارهم وراكم تشوفوا وقدوا الناس راي تحرق والناس اللي تفقد عقولها والناس اللي تنتحر والناس اللي تفقر إلى متى يبقى هذا الحال